من من المدربين اللي انت اشتغلت معاهم حسيت نفسك معاهم يعني ده اللي طلع منك أحلى ما فيك من إمكانيات يعني من أحسن سنين اللي عملتها كانت في الزمالك مع الفيرا اللي كان ماسك يعني كنت يفانش لزي الموسم مع الزمالك فورما جامداوي ده من أحسن المدربين اللي شغلت معاهم يعني وكابتن حسام حسن برضو السنة اللي فاتت برضو بعد فترة طوله ما بلعبش ويرجع له واحد ويخليه كان يظهر بشكل كويس فدي حاجة أنا طبعا بشكوره عليها طبعا يعني طيب مين المدرب اللي ما كانش فيه بيننا تفاهم فني وارد يعني اه تفاهم فني يعني وفيه مدربين مكروش بلعب وبرتخلص وفيه مدرب قال لك أنا مش عاستري هنا يعني برضو مش عايب يعني ومدربين كبار يعني لا يعني فيه مجاتف فترة كده مع جريده كنتش بلعب يعني مع مين؟ مع جريده في الاهلي اللي عبت معه فترة طويلة وجاب فترة كده دوره التاني خلاص يعني مش هتلعب خلاص هو كده مش هتلعب مدرب كويس جديده جدا يعني الاسماعيلي هينجح مع الاسماعيلي الطاقة؟ هينجح لهما جاب له الامكانيات اللعيبة اللي يتساعده انه ينجح اه هو لعبه بيحب فتح الملعب بيحب يهاجم يعني انت نشرت الحصولات معكم انت بتتكلم من شوية هو لعبه بفتح الملعب اوي بيحب يهاجم يحب الباكين مثلا فتحينا على الخط جامد فده بيسهل ان بيجي فيه جوان سهل عصبي بيقوله عصبي دايب عصبي مش عصبي اوي يعني بس يعني مش المدرب اللطيف يعني اللي هو عايز يشتغل يعني انا عايز جاي عشان اشتغل مش جاي عشان انا عصبي جد اه بس هو يعني اللعبة الاسماعيلي لصفقات اللي يجبها جديدة عاملين صفقات كويسة جدا فان شوالله اشوف الاسماعيلي اللي بقى في حتة كويسة السنة دي معا